اما نسمع بعضا من الناس او ان من الناس ناسا يتكلمون ويقولون بان التكليف قد رفع عنا بدعوى انهم يحبون او انهم يعني محبين لسيدنا لا المحبة لسيدنا لا تكون بهذه الطريقة طريقة الكسل والخمول والتواكل لا حبيبنا لم يدعونا الى هذا وانما دعانا الى ان نكون امة نتوكل ونأخذ بالاسباب لان الله قال ونترك الاسباب لمسبب الاسباب ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر الله قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر وقال الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله وفورا رحيم هذا التخاذل والكسل والخمول لا يعرفه الاسلام ولا يعرفه نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم من ثمرات المحبة ايضا والصلاة اننا امة دعانا الحبيب الى التوكل بحق والاخذ بالاسباب وترك الامور على مسبب الاسباب هنا تكون تحت لواء الحبيب صلى الله عليه وسلم اما التخاذل والتكاسل لا يعرفه الحبيب لا يعرفه الحبيب صلى الله عليه وسلم من ثمرات الصلاة على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشفع لك تدخل تحت لوائه لما مات سيدنا الامام الشافعي رحمه الله وارضي الله عنه وارضاه رأاه احد تلاميذه في المنام ابن ربيع فقال له يا امام ماذا فعل الله بك قال له لما قبضت روحي وهذا الخبر ذكره العلامة الذبيبي لما قبضت روحي وجدت بجواري جدي يقصد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة